موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة المصر اليوم المصرية التي عنوانات واتس اوب تضيف ميزة الحسابات الموثقة للشركات اضف برنامج التراسل الفوري الشهير واتس اوب ميزة جديدة لحسابات الاعمال والانشطة تجارية يستطيعون من خلالها توثيق حساباتهم بعلامة خضراء وتقتصر الميزة الجديدة حتى الان على عدد قليل من الشركات التي تشارك في البرنامج التجريبي فاذا كان رقم هاتف جهة الاتصال ينتمي الى حساب نشاط تجاري فانه يحصل على العلامة الخضراء الى صحيفة الشرق الاوسط التي عنوانت سامسونج تكشف عن جالكسي نوت 8 كشفت سامسونج الاسبوع الماضي عن هاتفها المقبل جالكسي نوت 8 في مؤتمر في مدينة نيويورك الامريكية والذي يقدم مواصفات تقنية متقدمة في شاشة كبيرة وتصميم جميل بصحبة القلم الدكي المعتاد في سلسلة نوت ويأتي هذا الاصدار وسط ترقب كبير للمستخدمين بعد الاشاعات الكثيرة المتعلقة بالهاتف وليتأكدوا من ان مشكلة البطارية التي تنفجر في الاصدار السابق قد انتهت بالكامل صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت مساعد جوجل الصوتي يتيح للمستخدمين طلب غسل ملابسهم كشفت شركة جوجل ان مساعدها الشخصي الصوتي جوجل اسستنت سيصل للعديد من المكبرات الصوتية اضافة للعديد من الاجهزة المنزلية في وقت لاحق من العام الجاري وهو الامر الذي من شأنه توفير المزيد من الخدمات للمستخدمين لما في ذلك القدرة على طلب بعض الامور من الثلاجات الذكية او الغسالات الذكية مثل غسل الملابس مع صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت اختراق انستغرام وتسريب بيانات مشاهير تعرضت منصة انستغرام للاختراق حيث جرى تسريب بيانات اتصالات الهواتف والبريد الالكتروني الخاصة بعديد من المشاهير وحاولت فيسبوك الملكة لمنصة مشاركة الصور الشهيرة احتواء عملية الاختراق من خلال ارسال رسائل للأعضاء للتحقق من بيانتهم واختارهم بعملية القرصن الالكترونية لسيما الشخصيات المعروفة والى صحيفة الغد الاردنية التي عنوانت فيسبوك تطلق واتش لجذب الاعلانات من يوتيوب اطلقت فيسبوك خدمة واتش للمستخدمين في الولايات المتحدة التي تتيح للناس بث عروض الفيديو على منصتها للتواصل الاجتماعي في محاولة منها لاقتطاع حصة من سوق اعلانات الفيديو الذي تستحوذ يوتيوب على جزء كبير من وباستخدام خدمة واتش التي بدأت فيسبوك بتجربتها في وقت سابق الشهر الماضي اصبح بإمكان المستخدمين مشاهدة مئات العروض من خدمات ترفيهية ورياضية ترجمة نانسي قنقر